السلام عليكم البنات والميميات كنت من اربيتكم وكلكم باخر وعلى خير وعلى افضل احوال يلا هجيت من السوق الاسبوعي وقلت نتشارك معكم التقضية ونبدأ بصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه افضل صلاة والسلام اليوم كيف مما شاهدتوني بصراحة كنت عيانة كنت مريضة هاد الايام دازت عليا والتي جات من عند الله مرحبا بها والله لك الحمد رغتكون باينة في وجهي المهم غنتشارك معكم التقضية ديالنا اليوم اخيركم في ديوركم اخواتاتي المهم قلت نتشارك معكم الاتمينة ديال الخضر اللي انا يا شريت باش ما نغبرش عليكم بزث فانا كنت مريضة وباقح تدب شوية مريضة المهم الله يشافي جميع المسلمين والمسلمات وما تنسونيش اخواتي من لايك وإلا كنتم من ناس جدد الليل تحقوا بالقناة ضغطوا لايك واشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد وانا يا عندي خيزة ثلاثة ديال الدراهم والفقوس ثلاثة درهم ما و نص تدجاج 16 درهم للكيلو او البيض و عديدنا اخدي الديال 18 ريال لوحدى و عندي الفلفل مع الدنجال ثلاثة دراهم الكيلو نخلطواه صافي عندي البتائش تاهوى 3 درهم الكيلو والخوخ تاهوى 4 ديال الدراهم الكيلو والخص درهم الوحدى والليمون 4 ديال وعندي البطاطة ثلاثة درهم الكيلو فيها البيضة والحمرة وخلطت منهم 8 بحال بحار بصراحة بتعطيها جديدة وزوينة وثلاثة درهم ثمان مناسب وعندي اللفت مع القرعات اخذتهم مخلطين وعندي الكامون البلدي فما كين محسن اننا ناخده هكى حبوب وكنطحنه علي الدينة كي يكون حسن وكي يكون جديد بصراحة كان فيها المصران القول والعصابي جاني يعود هاد الايام كي يكون جديد وليفت مع القرعات خضراء وخلطت منهم فهما بقينا عندي فتلا جميع اخذتهم لما هي 3 دراهم ونصف ونعناع درهم وطلع الفلسينة حمرة بجوش دراهم يمكن واش 3 دراهم الكيلو يمكن واش 3 دراهم الكيلو صافي وعندي طماتصوريز اخذتها ب 4 درهم الكيلو وما طيش العادية تهيه 4 دراهم الكيلو تهيه جديدة وزوينة وربطة القصبور وربطة المعدنص بالدرهم صافي وعندي البصلة درهم ونصف الكيلو صافي هذا الشيء اللي خديت او كنت خديت واحد الكيلو دي البرقوق خذو من نولادي صافي وحطوه فوق الطابلة ونسيت متشركتوش معاكم المهم فضروري اننا ننغسل الفواكه وكل شيء مزيان غنغسلهم ونخليهم يتسقطروا عاد كنديرهم في التلاجة حتى ينشفوه حيث الوليدات غا يدوزو كيهزو صافي المهم غنغسل ذاك الشيء اللي غنغسل ونقذ ذاك الشيء اللي غنقذ فتلاجة بالبيض وذاك الشيء اللي غنقذو صافي المهم وارتاح تلع شيء او هنا يا حبيبتي رجعت معاكم تنعست وارتاحيت بصراحة كنت عيانة بزاف اللهم لك الحمد بصراحة صعيب بيتجمع عليك الالم ديال الدروس فمن قبل رمضان كنت عندي واحد درسة كنت مع امرها وكنت تقدرني وكنناخذ انتي بيوتيك ولكن مرة مرة كنت ترجع لياك في رمضان دو وزاة ليا مرة رمضان وهذا الايام ارجعت وزاة تضرتني واحدة اخرى شكو الله الله يشافي الجامع وتزاد عليهم المصران اللهم لك الحمد بصراحة المهم داست عليها هذا الايام اللهم لك الحمد على كل حل ادشي لكي يغبرني عليكم بصراحة ما كان غبرش انا يا لما كانت سنيد مريضة بزاف وماللي كان كنت مريضة غشوية فما كان غبرش ايه والمهم كيفما كانتشوفوا معي بديت نغسل معاكم الدجاج كنت ترك معاكم طريقتي في الغسيل ديال الدجاج خديت واحدة المعلقة كبيرة ديال الملحة صافي و بديت نفرك الدجاجة ديالي مزيان بالملحة باش كنحيد منها ذاك الريش اللي كيبقى المهم كل شي كنحيده منها وكان بده نقطع ديك القذبه ديالها المهم من الفوق لكي البليصة اللي كنقطعوها وكان نحيد عود ثاني ذاك الماخريش ديالها اعزكم والله صافي ولكنتو غا تحمروا الدجاج اكيد ما كتقطعوهش وحتى الا قطعتوها هكام علاجوش كتديرو تقبع من هكا وطقبع من جهة الاخرى باش كتلقوو في ان تخشيو ذاك الرجيلة ديال الدجاج المهم انا كنعارف نقاددها وخيكون عندي مقطع او لما مقطع سيلا كنتبا غا نحمرها صافي المهم كنحيده وقعدي كش حمالي كتكون في الدجاج وكنحاول نحيد حتى الجلدة فما كتتكلش صافي اللهم نقصها نحيدها صافي وكنحيدها استحمله في الدجاج كتكون خايبة وذيك المادة اللذيجة نحاول نحيدها كاملة باش كتتحيد لنا مزيان ذيك الزفورة كتكون في الدجاج كننقيها مزيان كيف ما كتشوفو صافي وكنحيد واحد شوية ديال الريش كي يبقى في الرجيلة دائما بالموس وكنحاول نكرط مزيان بالموس باش كتنقي الدجاجة مزيان باش كتتنقى اصلا فروج هدا عندي ماشي الدجاجة المهم بحال بحال صافي وكنبدا نغسل هدا با نشللها مزيان صافي وكننرجع نكمل واكيد حتى واحد البلاستيكة حدية كنبدا نجمع فيها قاعدة كلوسخ كامل باش من بعد كنناخدها صافي وكنحطها فسطل ديالا بوبال اعزاكم والله صافي كانعود نشللها فانا شللتها بابنديك الملحة حيتي هي كتتشرب لنا الملحة المهم شلل تامزين باش كي تحيد الوسخ والملحة وكل شي صافي هدا هو التقطع اللي كندير دائما عادة انا هادي هي الطريقة اللي كندير في التقطع صافي كانبدا من الرجيلة دائما كانتبع المفاصل وكانبدا نقطع الطريقة سهلة اكيد فكل شي حاد اكتبارك الله كل شي كيعارفي قطع الدجاج المهم كانتشارك معكم الطريقة ديالي وصافي والطريقة ديالي في الغسيل وفي التقطع المهم صافي انا مكملة كنقطع الفروج بصراحة الحمد والله انفعتني الوصفة اللي كنت تركت معكم ديال القاول والعصابي عود مني رجع اليها قدرتها عود واللي تبعدش فيها اللهم لك الحمد وزدت عليها زريعة الكتن والكامون والزعتر كنت غير كنعدهم مرة مرة وكان سرطهم اما الوصفة كانت عندي مطحونة واكيد من بعد ما غنقطعوه سوف يقرر الغسيل في بانيو ندير فيه الملح والحامض والسكين جبير ونجعله مرقد لكي تحيد لنا قاعد الزفور اللي فيه ويتنقى مزيان فانا كنعصر دعب الحامض مهم كندوز عليه كامل كندهنه مزيان بالحامض ونقطع الجلده اللي في الفخيضات حيث ما كان ناكلوهاش سوف يغلوها ونوجد واحد البانيو ونعصر فيه الحامض ونوضع فيه الملحة وشوية ديالسكين جبير ونرقد فيه الدجاج سوف نخليه واحد ربوع ساعة اولا بحال هاكدك المهم باش تحيد لنا قاعدك زفور اللي في الدجاج واكيد غنغسل داب هاد المكان ديال اللي عامل النقي هاد البليسة بسطابون ديال الهواني مع الجابيل باش كنشم الروحة ديال العقاة اكيد باش كتهي دقاع الزفور ديال الدجاج سوف ينطرر في البانيو ونزيد فيه الملحة وسكين جبير ونخليه المهمة نقى هاد السيعت كنزيد فيه الملحة مع السكين جبير سوف ينخليه واحد المدهة عاد نعود نشيله ودبه هاني كننقي هاد البليسة بسطابون ديال الاواني وجابيل كي نشم الريحة للنقة كي نتحيد علينا هذا الريحة للزفورة للجاج المهم نغسل هذا البليسة مزيان بصراحة يدينك يطيبوا بجافيل ولكن إلا ما شميناش الريحة ديالو ما يرتاحوش ضروري من النقة وصفيك نستمر ننقي هذا البليسة مزيان ونشل القطاعه مع هاد الموث او جنوية سوف نطرفهم باش ينشفوا مهم كنحاول نحيدات السي بيدي عاد نزيب واحد السيفون باش غا نشف سوف هنا يا هاني كنشف وكنشلل نشفوا البليسة مزيان سوف نكون نقيتها وهنا يا رجعت البجاج ديالي سوف نشله مزيان خليت واحد طريف ديال الحامض من بعد ما نشله مزيان نعصر عليه الحامض ونخليه ينشف حتي تسقطر مزيان سوف نقسمه في مميكات سوف نوضعه في المجمد وهذه هي طريقتي في الغسل وتقطع الزجاج كنتمنى تكونوا استفدتوا معي ولا وغير شوية هادي طريقتي عادية كين لكي يغسله حتى بالطحين وهنا هي قطعت معاكم حتى صوبته واحد طويجين بالبطاطا والجلبانة فالمؤخرا تشاركت معاكم الطازين لم يكن بغير نبقى نكرر بزاف المهم اوجدت الخوخ باش نتشارك معاكم إن شاء الله لكم في تير وهنا اكيد فأنا غسلت الخوخ مزيان من وقت الغضاء اللي تشاركت معاكم المهم كانوا مضعو في بانيو فيه الماء دعونا نخليه 1-5 دقائق ونبدأ نفرق واحدة باحدة لكي يرتب قعد ذلك اللي تخلي فيه وندوز واحدة باحدة ذلك اللي كان يدير على الفواكه باش ممكن يبقى فيهم حتى شيء أطريبة ولا ميكروب ولا شيء سوف نخليه نشف وهنا ياخدي تزوج كيلو ونصف قطعتها حي يطل العدم ديال الخوخ حي يطل العدمة سوف يقطعته بهذا الشكل ونبدأ إن شاء الله نصيبه لكم في تير سوف ناخد الكوكوت أو طنجرة المهم اللي بغيتوا تطيبوا فيه سوف ناخد سكر سانيدة كل كيلو ونصف كيلو ديال سكر سانيدة عندي كيلو وميتين وخمسين قرام ديال سكر سانيدة وعندي جوج كيلو ونصف ديال الخوخ سوف نوضعه في الكوكوت ونزيد عليه سكر سانيدة ونخلط مزيان سوف نخليه نصد عليه الكوكوت ونخليه في تلاجة لبتليلة كاملة بالنسبة لكم إذا بغيتوا تخليه مثلا اندرتوا بالنار بعد الساعة حتى يتلقى دياله سوف يكون طيبه مهما نخليه بحال هكذا إبتليلة كاملة حتى الغضاء ان شاء الله نرجع معكم ونكملوا التتمة لتحضير لكم في تير دياله هنا يجبت الماء غليان ونعقم القرعة ديالي كنعمرها مزيان وحتى الغلاقة خاصة نغطسها مزيان في الماء طيب مهما نخليهم واحد المودة سوف نحيدوا منهم داك الماء طيب ونقلبها ونخليها تنشف فوق شي سربيته و هنا بعد ما مرت ليلة كاملة سوف يكون الخخ ديالي وسكر ساندة داب اطلق الماء دياله ونوضعها بفوق النار هنا بعد ما خليت الكوكوت ديالي فوق النار لم تتعسرت واحد مستحامضة كبيرة اعطتني واحد ربيع ديال الكث ديال العنبه كنزيده وهو كمعاقي للكون في تير ديال الخخ مهم اي كون في تير بغيت نديره دروري ندير فيه العثير ديال الحامض سوف نخلط مزيد سوف نخليه مزالي طيب بصراحة الخخ الى اعطينا حقه سكره حقه في الطياب ودرنا العثير ديال الحامض كمعاقم فهو كيجينا ناجح اكيد و هنا خليت الخخ ديالي فوق البوطة كي طيب نرمه توسطة و هنا سوف تكونت عندي الكشكوشة سوف نحيدها ضروري اننا نحيدها كاملة فهي ما كتخليش لكم في تير ديالنا يبقى إذا كنا نحتفظ بها على طول العام ضروري نحيدها كاملة فهو كي يخسر لكم في تير دغية هاد الكشكوشة هادي كتخسر لكم في تير سوف نحيدها كلها وارجع معكم و هنا خليت الخخ تقريبا الساعة هانتوا ما صفي الخخ ديالي طاب سوف نحيدها سوف نطفع عليه و نجعله قليلا برد كي نطحنه في المكسر او مولينكس و هناك الكشكوشة اللي حيت كلها لا نجعلها ضروري اننا نحيدها سوف نطفع و نجعله قليلا برد و هنا خليت لكم في تير ديالي برد واحد الساعة ساعة سوف نطحنه ممكن ما نطحنه جيد و نرجع معكم و هنا سوف نطحنته بالمكسر ممكن نطحنه بمولينكس سوف نرده فوق البوطة بشيكمل الطياب و هنا رديت لكم في تير ديالي طيب على نار مجهده تقريبا 10 دقيق سوف يوجد كما تشوفوا معاي تقريبا ذلك الفوقعات كي يبقوا يطيره و يتلاحوا فوق البوطة و فوق سطح العمل سوف يكون وجد و سوف نترك معكم تالطريقة اللي نبرد واحد شوية في التبصيل و ندوذ الصبع سوف نبرد واحد شوية و ندوذ الصبع فنحن ندوذ الصبع و يبقى الأطرس الصبع يعني لا يرجع و يتصدق البلاسة سوف يجد و هنا يا مباشا رحية الكوكوت من فوق البوطة أبقى كونفيتير نسخون كمفيتير لنا نرى القرعة و ننشوفها مزيان لا توجد قطرة و نأخذ الورق و نشوفها كمفيتير سوف نقلبها ونجعلها تبرد حتى تبرد سوف نطرفها في الكوزينة تحت البطاجي وهذا هو الكونفيتير الكونفيتير اللي بقي عندي في الكوكوط سوف نحيد سوف نجعله حتى يبرد ونضعه في سبيرة أو الميكة ونضعه في المجمد يبقى عندنا في المجمد على طلع مقتم محتاجينه هذا هو الشكل النهائي نتمنى الفيديو اليوم يكون الإعجاب وتكونوا استفدتوا معي فيه ولا تنسونيش أميتي وخوتيتي الزوينات والفنات اشتركوا تعليقوا محفزوا اكيد الفيديو للدعم وشكرا وهذا بك نقول لكم تهلا وفرصكم وفي الصحة لكم الى فيديو قادم إن شاء الله